سلمية حتى مطلع النصر بهذه الكلمات يرفض الثوار في العراق كل محاولات تشويه ثورتهم من قبل أحزاب السلطة الفاسدة بعد مسلسل القمع وقتل المتظاهرين وعمليات الخطف والاغتيال ضد الناشطين المدنيين التي لم تثني الثوار عن مواصلة مسيرهم نحو التغيير الشامل تسخر أحزاب السلطة كل أمكانياتها لتشويه صورة التظاهرات السلمية حديثة ساحة الوثبة في بغداد واستغلالها من قبل الأحزاب وميليشياتها إعلاميا كانت محاولة أخرى لتشويه التظاهرات رد عليه المتظاهرون بمنتهى الوضوح هذا من دس من الأحزاب دقلوا على المتظاهرين حتى يشوهون سمعة المتظاهرين بس إن شاء الله ثوار أنا ما سميهم متظاهرين عدينا هاي المرحلة إحنا ثوار وإحنا سلمين وراح نبقى سلميين أما المتظاهرين من أول نوبة من أول يوم متظاهرين سلميين وما عندهم أي عنف لكن دخلوا مع الأسف دخلوا بين المتظاهرين مندسين مندسين يرجعون إلى أحزاب ويرجعون إلى ميليشيات دول المنتظين هسه بين المتظاهرين وهم دي يسوون أعمال الشغب والأعمال المات تليق بالعراق يعني وما تليق بالمواطن العراقي ويتساءل أحد المتظاهرين في بغداد وهو أحد شهود العيان في حادثة ساحة الوثبة عن سبب تسليم القوات الحكومية المتهمة بقتل متظاهرين سلميين إلى عناصر تسلل بين المتظاهرين قوات الأمنية التي اعتقلت الشخص يعني أنا سلمته بأيدي إلي على شون رجع وذباء بنصر المتظاهرين هذا يريد يخرب شوهة المتظاهرين يعني يريد يشوه سبعتهم وعلى الجهة المقابلة دعا ثوار ساحة التحرير السلطات الحكومية إلى إطلاق سراح المختطفين والمغيبين قسريا في معتقلات الأحزاب بدلا من تكريس جهودها للفت الأنظار وتشويه صورة التظاهرات السلمية التي عكست الصورة المشرقة للشباب العراقي منذ انطلاقها